هذا رجل ابن صياد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتشكل على الصحابة أهو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أم لا والصواب كما قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين أنه دجال من الدجاجلة المهم أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكشف حاله من باب التبيل للأمة وإلا فالله عز وجل قادر على أن يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حال هذا الرجل لكن حتى تعلم الأمة كيف يتعامل مع هؤلاء فأتاه فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني خبأت لك خبأا يعني أضمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه شيئا ما هو ذلكم الشيء أضمر له آية الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال إني أضمرت لك شيئا فما هو فقال ابن صياد الدخ قال صلى الله عليه وآله وسلم اخسع فلن تعدوا قدرك قدرك أنك دجال من الدجاجلة لماذا؟ لأن الدجاجلة لا يدركون من الخبر إلا جزءا منه مما تلقيه الشياطين على هؤلاء ولذلك ماذا قال؟ قال الدخ لم يكمل لم يقل الدخان فانظر كيف جز الكلمة لأن هذه عادت الكهان والسحان ففضحوا أمرهم لمن لديه دين وعلم فإن هذا مما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم